في السابع والعشرين من ابريل من عام الف وتسعمائة وثلاثين ميلاد الممثلة المصرية سنها جميل ولدت الفنانة بمحافظة المينيا ودرست بالمعهد العالي للفنون المصرحية تميزت الفنانة بأدائها السهل الممتنع حيث اشتهرت بالتلقائية والبساطة في التعبير وقدمت عددا من أبرز أفلام السينما المصرية كأفلام الزوجة الثانية وفجريوم جديد وبداية ونهاية وسواء الهانم وإضحك الصورة تطلع حلوة وتوفيت الممثلة المصرية سنها جميل عن عمر يناهز الاثنين والسبعين عام